أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 ستشهد العديد من الفعاليات ليس على المستوى الحكومي فقط بل على مستوى كافة الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية وخلال افتتاحه للجناح المصرية في المنطقة الزرقاء بمؤتمر المناخ عرب مدبولي عن تطلع لأن تسهم النقاشات الجادة والمشاركات الفعالة التي ستتم بفعاليات الجناح المصرية في إيجاد تصورات واضحة ومخرجات دقيقة تحقق إسهاما في خارطة الطريق التي تلتزم بها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة